برضو عشان ما نساش عايزين نوضح امر مهم جدا وده هيكون خاص بالجماهير احنا مش عايزين الجماهير وده طبعا رجاء خلينا نقول ده رجاء في الاول وفي الاخر مش عايزين جماهير بتاعتنا ان هي تقلق على اللاعبين ولا تشغل بالها مين حيلعب ولا مين مش حيلعب ومين مصاب للناس كتيرة في الفترة الاخيرة بتبعت تقول يا جماعة طمنولا على الشناوي طمنونا عن فلان طمنونا على الشحات حلو جدا احنا مهم ان احنا نتطمن على اللعيبة بتاعتنا واكيد كلنا يعني قلق على اللعيبة بتاعتنا لكن في نفس الوقت خليني اقول واكد كلهم على قدر المسئولية مين مكان حيلعب كله على قدر من المسئولية قلنا ده قبل كده كتير جدا واحنا قردي عارفينه شعارنا الاهل بما انحضر ده مش شعاراته خلاص ده شعار بيزد على واقع على مدار التاريخ كله فعلى ارض الواقع الكلام ده حقيقي اللعيبة كلها اثبتت هذا الواقع في الملعب يعني ومش مرة ومش اتنين ومش تلاتة لا في كل مرة حداش اللعب عندك السكواد اللي بيلعب النهائي هيكونوا بيلعبوا بروح الفانيلا الحمرة الفانيلا الحمرة اللي هي ايه جماعة اللي بتحمل شعار عشر نجوم لدوري ابطال افريقيا كلنا ثقة ان شاء الله فيهم وشفنا ده تاني في مثال قريب جدا لو انا هتكلم تحديدا انا قلت ده مبارح بس هرجع فكر حضراتكو ومش هفكر حضراتكو هنفضل نفكر نفسينا عمتا عندك الشناوي مع الاصابة نزل علي لطفي مع الاصابة يا مصطفى شبير يعني الحمد لله كانت اصابة بسيطة اللي كانت فيه الحاجب لكن قدر ان هو يثبت نفسه بشكل اكثر من رائع فانت في النادي الاهلي ما عندكش لعب اساسي ولعب احترافي عفوا احتياطي عندك كل اللعيبة بتاعتك على مستوى احترافي كبير جدا فهي دي النقطة وهو ده اللي احنا كنا بناس عالية ممكن يكون في بعض المواسم كان فيه دروب شوية ممكن في بعض او مع بعض المدرين الفنيين ما كانش المستوى الافضل للعيبة بنشوفه او ما كانش فيه ثبات في المستوى على مدار متشاط متتالية لكن مع مارس القولر وخلينا في الحاضر احنا كلنا شفنا هذه النقطة انت شفت اللعيبة بتاعتك كان مستوها ليس الافضل ابتدى المستوى يرتفع ابتدت الكرة تتطور ابتدت الأقطاء تقل ابتدى الجزء الفني والجزء النفسي افضل بكتير للعيبة فده في حد ذاته نجاح لهذا الرجل اللي هو جاي وجاي بهدف وجاي فاهم قويس قوي طبيعة الجماهير كمان الاهلوية مارس القولر انا من الناس اللي بحترم جدا ذكاه وانا شايفة ان فعلا هذا الرجل حقق كتير ولسه حيحقق كتير جدا مع النادي الاهلي كل التوفيق ان شاء الله في اللي قادم وبرحة تكون قوية جدا نتمنى حسمها يعني ذهابا من القاهرة